الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم خيراته ونعمة وأن يوفقكم لما يرفع درجاتكم لديه كما أسأله سبحانه أن يصفي قلوبنا وأن يملأها تقوا وإيمانا وإخلاصا وبعد هذا درس جديد من دروسنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه نواصل فيه قراءة كتاب مواقع الصلاة ليتفضل القارئ بارك الله فيه مشكورا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وطر أهله وماله في هذا الحديث الترغيب في أداء صلاة العصر في وقتها حافظ على هذه الصلاة الوقت المقدر لها شرعا وقوله في هذا الخبر كأنما وطر أهله وماله جمهور أهل العلم على أن المراد بذلك فقد ذلك بالكلية يعني أن من فاتته صلاة العصر كأنما أخذ منه أهله وماله وفي هذا الحديث أن الصلوات تتفاوت في أجرها وثوابها وتستدل طائفة بهذا الحديث على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى واستدل به على التشديد في تأخير صلوات النهار إلى الليل حسن الله إليكم قال عن أبي المليح قال كن مع بريدة رضي الله عنه في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله في هذا الحديث أيضا التأكيد على صلاة العصر وبيان أهميتها مما جعل بعض أهل العلم يستدل بالحديث على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وفيه بيان أن الصلوات تتفاوت رتبها ولذا أكد على هذه الصلاة وفيه التأكيد والتشديد على تأخير صلاة النهار إلى الليل وفي الحديث الاعتناء بأوقات الصلوات في الظروف التي قد تجعل بعض الناس لا يعلم بوقت الصلاة كالغيم في الحديث التبكير بالصلاة صلاة العصر في أيام الغيم من أجل تحقق أداء هذه الصلاة قبل غروب شمسها أو قبل ذهاب وقته الاختياري وفي الحديث حرصوا التابعين على رفقة الصحابة في غزواتهم ثابكم الله قال عن جرير رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة أربع عشرة فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب في هذا الحديث فضلوا صلاة العصر وصلاة الفجر وإضم الثواب المرتب على المحافظة عليهما وفي هذا الحديث إثباتوا رؤية المؤمنين لله جل وعلا يوم القيامة وأن ذلك من النعيم الذي يتنعمون به والقول بإثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى هو قول أهل السنة ومن وافقهم كلا شاعره ونحوهم وفي الحديث التعليم بواسطة ضرب المثال الذي يشاهده الإنسان وليس في الحديث تشبيه المرئي بالمرئي وإنما فيه تشبيه الرؤية بالرؤية إذ رب العالمين لا يشبهه أحد كما قال تعالى ليس كمثله أحده السميع البصير وفي هذا الحديث أنه قد يطلق على الشيء اسم جزئه فهنا قد سمى الصلاة بالتسبيح لكون التسبيح جزءا من الصلاة ولذا قال وسبح بحمد ربك وبعض أهل العلم أخذ من هذه الآية جواز أن يقال في الركوع والسجود سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده وآخرون رأوا أن زيادة وبحمده لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم منعوا منها وفي الحديث بيانوا أن آخر وقت صلاة الفجر هو بدء طلوعي الشمس وأن آخر وقت صلاة العصر الاضطراري هو بدء غروب الشمس الشمس بسم الله في هذا الحديث في قوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار أي أن بعضهم يأتي إلى أهل الإيمان بعد بعضهم الآخر وهذه لغة من لغات العرب أن يذكر الضمير مع الفعل ثم يؤتى بالإسم الظاهر وهنا فرق بينهما بحرف الجر فيكم فهذه لغة من لغات العرب وليست المشهورة من لغاتهم المشهور أنه إذا أتي بالإسم الظاهر أنه لا يحتاج إلى أن يؤتى فيه بالضمير المشهور أن يقال يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار وفي الحديث بيانوا أن أعمال الناس محصات وأن أعمالهم تنقل إلى الله جل وعلا والله عليم بأحوال الناس مطلع عليها لا يخفى عليه شيء من شؤونهم ولكن أراد توثقة أعمال الناس بوجود هؤلاء الملائكة وفي الحديث صعود الملائكة ونزولهم يوميا وفي الحديث فضل صلاة الفجر وصلاة العصر وفضل حضور صلاة الجماعة فيهما فإنهما صلاتان مشهودتان من ملائكة الليل ومن ملائكة النهار وفي الحديث إثبات صفة الكلام لله جل وعلا وأنه سبحانه يتكلم متى شاء وبالتالي فلا يقال بأنه تكلم في الأزل ثم لم يعد يتكلم بل النصوص دال له بصراحة أنه سبحانه متى شاء تكلم وفي الحديث أيضا الخطاب بين الله جل وعلا وبين الملائكة وفي الحديث استحباب إظهار الطاعات وخصوصا ما يكون شعارا من شعار أهل الإسلام كالصلوات التي تنقل صورتها عنهم بحيث يكون ما يذكر عنهم هو المحافظة على هذه الشعائر الظاهرة حسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح فليتم صلاته قوله هنا إذا أدرك أحدكم سجدة ما المراد بلفظة سجدة بعض أهل العلم قال بأن المراد بها وقت السجدة المعتاد بحيث يكون مدركا للصلاة صلاة الجماعة بإدراك ما تدرك به السجدة الواحدة وبالتالي فإن أقل جزء من صلاة الإمام التي يدركها المموم يعد بذلك مدركا للجماعة معه بينما رأى آخرون أن لفظة السجدة هنا يراد بها ركعة استعمل لفظة السجدة لأن السجود آخر مراحل ركعة يدل على ذلك أنه قد ورد في بعض روايات الحديث أنه استعمل لفظة ركعة بدل سجدة وآخرون قالوا إنما هذا تفسير من الراوي بروايته للحديث بما فهمه هو وإن لم يكن لفظ الحديث دالا عليه وفي الحديث انتهاء وقت صلاة العصر بغروب الشمس وانتهاء وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس وفي الحديث تسمية صلاة الفجر بصلاة الصبح مع أن الإنسان يؤديها قبل طلوع الشمس مما يدل على أن الصبح يبدأ بطلوع الفجر خلافا لبعض من لا يفهم اللغة فيظن أن لفظة الصبح إنما تصدق على ما بعد طلوع الشمس وفي الحديث إدراك صلاة العصر بإدراك مقدار الركعة وفي الحديث أهمية المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها وأنه لا يعد الإنسان مدركا للصلاة إلا بأدائه لها في وقتها المقدر شرعا وقوله هنا فليتم صلاته ليس معناها أنه إذا لم يدرك هذا الوقت لا يتم الصلاة وإنما المراد إثبات إدراكه للصلاة في وقتها فكأنه قال فإنه يتم صلاته أداء وليس قضاء حسن الله إليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائم على المنبر يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجرى فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيرات قيرات فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيرات قيرات ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيرات قيرات فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيرات قيرات ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب على قيرات قيرات ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراطين قراطين أتي أهل الدورات التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قراطا قراطا ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين ألا لكم الأجر مرتين فغضب اليهود والنصارى فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن أكثر عملا وأقل عطاءا وهؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا قال قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا قال فهو فضلي أعطيه من أشاء في هذا الحديث فوائد فيها المقارنة بين الأقوام في فضل الله عز وجل على كل منها كما قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل الإسلام واليهود والنصارى في هذا الخبر وفي الحديث بيانوا أن هذه الأمة آخر الأمم وفي الحديث أن نهاية هذه الأمة هي نهاية العالم ولذا أجل هذه الأمة وجعل أجلها غروب الشمس وفي هذا الحديث من الفوائد وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا التمثيل وإيراد الأمثلة التي تفهم المقام وتبين وتوضح الحال وفي الحديث بيانوا أن اليهود والنصارى قد أنزل إليهم كتبا سابقة وبالتالي قورنوا بهذه الأمة وإن كانت هذه الأمة تفضل بكون المنزل إليها القرآن المحفوظ من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان وفي الحديث جواز عقد الإيجارة وصحة هذا العقد وجواز أن يستاجر الرجل عددا من الرجال من الأجر ليعمل له ما يريده من الأعمال وفي الحديث توقيت الإيجارة على الأعمال وبيان جواز ربطها بأمرين معا الوقت والعمل وذلك خلافا لقول جماهير أهل العلم الذين يقسمون عقد الإيجارة إلى إيجارة خاصة يكون العقد فيها على الوقت لا على العمل وإيجارة عامة يكون العقد فيها على العمل لا على الوقت ولأظهر جواز الربط بين الأمرين بحيث يستاجر أجيرا على عمل في وقت محدد وفي الحديث جواز جعل الأجر من إذ ذهب فإن القراط منه وفي الحديث تقسيم العمل الواحد إلى أقسام يستاجر لكل قسم منه أجر لأداء ذلك العمل وفي الحديث ذكر بني إسرائيل وفيه عقد الإيجارة من أول النهار إلى نصف النهار وفي الحديث بيانوا أن التكاليف على بني إسرائيل من اليهود أكثر من التكاليف التي كانت على النصارى وعلى المسلمين وفي الحديث عقد الإيجارة ما بين الظهر والعصر وعقد الإيجارة بعد العصر إلى أروب الشمس وفي الحديث جواز المفاضلة في الأجرة بين العاملين ولو اتحد العمل أو اتحد الزمان ولذا أعطي اليهود والنصارى على قراط قراط وأعطيت هذه الأمة على قراطين قراطين وفي هذا الحديث بيانوا وجوب أن يعمل أهل كل كتاب بكتابهم قبل أن يرد النس إلى ذلك الكتاب وفي الحديث أن من عقد عقدا وعقد إيجارة فعجز عن أداء العمل وراد فسخ العقد باتفاق بينه وبين صاحب العمل جاز له ذلك وفي الحديث أيضا مضاعفة أجور هذه الأمة وعظم الثواب وفيها فضل القرآن العظيم على غيره من الكتب والكلام وفي الحديث أيضا الإشارة إلى أنه قد يرجع إلى شيء من الكتب السابقة لإقامة الحجة على أهلها لا للاحتجاج بها أو معرفة شرع الله بواسطة قراطها وفي الحديث الاعتراض من الأجر على عقد الإيجارة الذي يكون لهم وفي الحديث أيضا جواز المفاضلة في الأجر بما يكون عكسا للعمل الذي يكون فيه العقد فيمكن أن يستاجر بأجرة أكثر لعمل أقل وفي الحديث أن ذلك ليس من الظلم بل هو من العدل وفي الحديث أن رب العزة والجلال ينزه عن ظلم العباد وفيه أيضا أن العبد ينبغي به أن يراعي شرع الله فيما يعقده من العقود لأن لا يدخل في مخالفة الشرع وفي الحديث إثبات صفة المشيئة لله عز وجل لقوله أعطيه من أشاء وفي الحديث تفاضل العباد في ما يصل إليهم من خير من الله جل وعلا سواء كان ذلك في العلم أو كان ذلك في ما يؤتاه من الشرع أو في غير ذلك من النعم التي يسوقها الله للعباد فهو فضل الله يؤتيه من يشاء أحسن الله إليكم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا في أجرك الذي شرط لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا فاستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرط لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال لهم أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهر شيء قليل يسير فأبوا واستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور قوله مثل المسلمين واليهود والنصارى أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين المقارنة والمفارقة بين المسلمين وغيرهم في ضرب هذا المثال والأمثلة يؤتى بها من أجل التقريب والتوضيح ولتكون سببا من أسباب إحسان الإنسان في التعامل مع ما يأتيه من قضايا وفي الحديث جواز عقد الإيجارة وصحة هذا العقد وفي الحديث جواز الجمع بين عقد الإيجارة الخاصة والإيجارة العامة وأن الصواب من أقوال أهل العلم جواز ذلك وفي الحديث من الفوائد أن عقد الإيجارة لابد أن تكون الأجرة فيه محددة معلومة وإلا لم يصح العقد وفي الحديث جواز إنهاء عقد الإيجارة بالتوافق بين المتعاقدين وفي الحديث من الفوائد استحباب إكمال الإنسان لما يناط به من الأعمال وفي هذا الحديث أن أجرة العمل لا تكون إلا بعد إكماله وإتمامه وفي الحديث جواز استئجار من يكمل عمل من سبق ليتمه ويكمله وفي الحديث أيضا من الفوائد جواز أن يحل الإنسان محل غيره في العقود بالتراضي بينه وبين صاحب العقد الآخر وفي الحديث بيانوا أن مما أوجب الله على العباد صلاة الظهر وصلاة العصر وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان ينبغي به أن ينصح الآخرين فيما يصحح مسيرتهم في الدنيا ولذا كان يقال لأهل الكتابين أكملوا بقية عملكم وفي الحديث إقناع الآخرين بالحجج العقلية التي تكون مقنعة لهم ولذا قال لهم ما بقي من النهار شيء قليل يسير وفي الحديث أيضا أن العبرة في العقود والإيجارات بإكمال العمل إذ لو لم يكمل العمل لم يمكن الانتفاع بهذا العمل الذي يستوجر هؤلاء الأجر من أجل إتمامه فعبكم الله قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينصرف أحدون وإنه لا يبصر مواقع نبله وكنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس في الحديث بيانه أن من الصلوات المفروضة صلاة العصر والمغرب وفي الحديث مشروعية أداء الصلوات جماعة وفي الحديث تنقي صلاة الإمام لتؤدى الصلوات معه وفي الحديث التبكير بصلاة المغرب بمجرد غروب الشمس ولو لم يكن هناك ظلمة وفي الحديث أيضا مشروعية الرمي بالسهام ليكون ذلك من أسباب قدرة الإنسان على الإصابة بنبله وفي الحديث التبكير بصلاة العصر وذلك أنهم كانوا ينحرون الجزور ويقسمون لحمه ويطبخونه قبل أن تغرب الشمس وفي الحديث أيضا جوازوا ورود عقد الشركة على الحيوانات من بهيمة الأنعام فهذا الجمل كانوا ينحرونه فيقسموا لحمه على عشر قسم ثم يقومون بطبخه وفي الحديث جوازوا أكل لحم الإبل وفي الحديث طبخ اللحم قبل أكله ليكون لحما نضيجا أثابكم الله قال وسئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصل الظهر بالهاجرة والعسر والشمس نقية حية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا كثر الناس ورآه مجتمع عجل وإذا رآهم قلوا وأبطأوا أخر والصبح كان يصليها بغلس في الحديث بيان أوقات الصلوات وحرص الصحابة والتابعين على معرفة أوقات الصلاة بحيث يعرفون الأوقات الفاضلة لأداء الصلوات من خلال الاكتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث التبكير بصلاة الظهر بعد زوال الشمس فهذا يقال له الهاجرة وفي الحديث استحباب تبكير الإنسان بصلاة العصر وفيه دلالة على أن صلاة العصر تبدأ بصيررة ظل كل شيء مثله كما قال الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة وفي الحديث أن المستحب في صلاة المغرب التبكير بها وأداؤها بمجرد غروب الشمس وقوله وجبت أي غربت الشمس في هذا دلالة على أن وقت صلاة المغرب يبتد بغروب الشمس وفي الحديث ملاحظة حال المأمومين بحيث لا يقيم الصلاة إلا إذا علم وجود أكثرهم وفي الحديث أيضا أن وقت يقامة الصلاة قد يختلف من يوم لآخر في الحديث استحباب أداء صلاة الفجر وقت الظلم قبل أن يسفر الناس وهذا هو الغالب بنحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفر بالفجر ولذا رأى أبو حنيفة رحمه الله أن الأولى في صلاة الفجر تأخيرها لوقت الإسفار والجمهور على أن ناداها وقت الغلس أفضل لكثرة الأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس ولما ورد من النصوص في الترغيب في التبكير بالطاعات كقوله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وقوله فاستبيقوا الخيرات وفي الحديث ما عليه أهل الزمان الأول من اجتماعهم لأداء الصلوات جماعة ثابكم الله قال عن سلامة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب قوله تغطت وقوله بالحجاب يريد بذلك الشمس والمراد حجاب الأفق في هذا بيان وقت صلاة المغرب وأنه يبتد بغروب الشمس وبمجرد غياب كرص الشمس عن رؤية العين وفي هذا الحديث فضيلة صلاة المغرب والحرص على أدائها في أول وقتها وقد قال الإمام الشافعي بأن وقت صلاة المغرب ينتهي بفوات وقت يمكن أداء سبع ركعات فيه أحسن الله إليكم قال عن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال وتقول الأعراب هي العشاء قوله في هذا الحديث لا تغلبنكم أي أن طريقة الأعراب وهم أهل البادية الذين يتنقلون للبحث عن المياه والنبات أجدر أن لا يكون عندهم علم بالشريعة لبعدهم عن علماء الشرع الذين ينقلون أهم دين الله ومن ثم فيكون حالهم في الغالب غير متوافق مع الشرع لما عندهم من جهاله في الحديث أن الصلاة التي تكون عند غروب الشمس يقال لها صلاة المغرب وأن هذا هو الاسم الشرعي لهذه الصلاة في الحديث النهي عن يطلاق اسم العشاء على صلاة المغرب كما هو فئل بعض الأعراب مما يدل على كراهية أن تسمى صلاة العشاء بصلاة المغرب بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من المحافظين على الصلوات في أوقاتها وأن يجعلنا من المحافظين على الجماعة في الصلاة كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقهم لطاعته وأن يبارك فيهم وأن يتولى جميع أمورهم وشؤونهم ونسأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر